بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الرابع في مادة الفيزياء موضوعنا اليوم العدسات المحدبة والصورة الحقيقية سنتعلم اليوم بإذن الله تعيين موقع الصورة المتكونة بواسطة العدسات بالطريقة الهندسية هذا ما سوف نتعلمه اليوم بإذن الله في البداية سبق أن تكلمنا في درسنا الماضي عن العدسات وقلنا أن العدسة هي قطعة من مادة شفافة من الزجاج أو البلاستيك تستخدم في تركيز الضوء وتكوين الصور ولها نوعين إما عدسة محدبة أو مقاعرة في درسنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن العدسات المحدبة والصورة التي تتكوى من خلال العدسة المحدبة والعدسة المحدبة كما تلاحظون لها استخدامات مثل الكاميرات طبعا كاميرات التصوير وهي عدسة سميكة في وسطها وتكون طبعا أسقر سمكا عندها الأطراف وهي تعمل طبعا على تجميع الضوء فهي تجعل الأشعة المتوازية الساقطة عليها تتجمع في نقطة ما تتجمع في نقطة عندما طبعا يكون معامل إنكسار الوسط المحيط بها أسقر من معامل إنكسارها ولها استخدامات أيضا في مجال المختبرات في أجهزة الميكروسكوب طبعا تستخدم للتكبير وأيضا يمكن استخدام العدسة المجمعة لحرق ورقة كما تشاهدون في هذه الصورة فيتجمع الضوء الداخل بصورة موازية للمحور الرئيسي تجمع هذه العدسة هذه الأشعة وتقوم بتجميعها في نقطة هذه النقطة تسمى بالبؤرة فالعدسة المحدبة تحتوي على بؤرتين في الجانبين وتتركز هذه الأشعة عند أحد هذه البؤرتين إذن العدسة المحدبة كما ذكرنا هي عدسة سميكة في الوسط وتكون أصغر سمكا عند الأطراف وهي تسمى بالعدسة المجمعة لأنها تجعل الأشعة المتوازية والساقطة عليها تتجمع في نقطة وهذه النقطة نسميها بالبؤرة والعدسة المحدبة تكون لنا إما صورة حقيقية أو صورة خيالية في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الصورة الحقيقية التي تتكونها هذه العدسة متى تتكون لدينا صورة حقيقية تتكون لدينا صورة حقيقية عندما نضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري فتتكون لدينا صورة هذه الصورة حقيقية وهي ناتجة من تجمع الأشعة المكسرة نفسها لذلك هي صورة حقيقية ولكنها مقلوبة ولكنها مقلوبة وأيضا مسقرة بالنسبة للجسم إذن عند وضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري لهذه العدسة سوف تتكون لدينا صورة هذه الصورة هي صورة حقيقية طبعا ناتجة من تجمع الأشعة المكسرة نفسها وهذه الصورة هي أيضا مقلوبة ومسقرة بالنسبة للجسم إذن هذه الحالة الأولى لتكون الصورة الحقيقية في العدسة المحدبة أما عندما نضع الجسم على بعد مساوي لضعف البعد البؤري عن العدسة فإن الصورة المتكونة يكون لها البعد نفسه وطبعا يكون لها الحجم نفسه لكنها تكون مقلوبة لكنها تكون مقلوبة إذن تكون لدينا صورة مساوية لنفس الصورة أو لنفس الجسم لكنها مقلوبة لها نفس البعد ولها نفس أيضا الطول ولكنها تكون مقلوبة إذن عندما يوضع جسم على بعد مساوي لضعف البعد البؤري عن العدسة فإن أبعاد الصورة تكون مساوية لأبعاد الجسم ويكون لها نفس الطول ولكن عندما نقوم بوضع الجسم ما بين البؤرة ومسافة تساوي ضعف البعد البؤري في هذه المنطقة سوف تتكون لدينا صورة تكون مكبرة لدينا هذا السؤال السؤال الأول الشعاع الذي يسقط على عدسة محدبة موازن للمحور الرئيس ينكسر إلى الجانب الآخر للعدسة الاختيار الأول هل سوف ينكسر مارا بالبؤرة أم مارا بالمحور الرئيسي أم مارا من مركز التكور أم يكون موازن للمحور الرئيسي أي الاختيارات هو الاختيار الصحيح الشعاع الذي يسقط على عدسة محدبة موازن للمحور الرئيسي سوف ينكسر ويمر بالبؤرة إذن الاختيار الصحيح والاختيار الأول سوف يمر بالبؤرة وضع الجسم على بعد 10 سنتيمتر أمام عدسة محدبة بعدها البؤري 4 سنتيمتر ما هي الصفات الصورة المتكونة إذن البعد البؤري هنا 4 سنتيمتر لكن الجسم موضوع على بعد على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري ضعف البعد البؤري 8 سنتيمتر إذن هذا الجسم موضوع على بعد 10 سنتيمتر إذن هو موضوع على بعد طبعا أكبر من ضعف البعد البؤري إذن صفات الصورة المتكونة هل هي حقيقية مسقرة أم خيالية مسقرة أم حقيقية مكبرة ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح أن هذه الصورة المتكونة سوف تكون حقيقية ومساقة هذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول لدينا هذه المسألة الحسابية في هذه المسألة وضع جسم على بعد 32 سانتي من عدسة محدبة بعدها البؤري 8 سانتي إذن نلاحظ أن هذا الجسم موضوع على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري طبعا ضعف البعد البؤري 16 سانتي إذن هذا الجسم موضوع على مسافة مقدارها 32 سانتي إذن على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري إذن وضع هذا الجسم على بعد 32 سانتي من عدسة محدبة بعدها البؤري 8 سانتي فما بعد الصورة وما طولها إذا كان طول الجسم 3 سانتي إذن في البداية يريد بعد الصورة إذن بعد الصورة من خلال معادلة طبعا العدسات نستطيع إيجاد بعد الصورة وتساوي البعد البؤري مضروبا في بعد الجسم مقسوما على بعد الجسم مطروحا من البعد البؤري نقوم بالتعويض مباشرة البعد البؤري 8 سانتي بعد الجسم 32 سانتي إذن نقوم بالتعويض إذن سوف يكون الناتج مقداره 11 سانتي الآن نريد حساب طول الصورة طول الصورة من خلال معادلة التكبير للعدسات تساوي سالب DI وهي بعد الصورة الذي أوجدناه مضروبا في HO وهو طول هذا الجسم ومقداره 3 سانتي مقسوما على بعد الجسم وبعد الجسم مقداره 32 سانتي إذن نقوم الآن بالتعويض سوف يكون طول هذه الصورة سالب 1 سانتي متر إذن نلاحظ أن طبعا هذه الصورة مسقرة لماذا؟ لأن طول الصورة قل كان 3 سانتي أصبح 1 سانتي وطبعا نلاحظ وجود السالب وهذا يعني أن الصورة مقلوبة إذن الصورة المتكونة هي صورة مسقرة ومقلوبة وأيضا هي صورة حقيقية إذن صفات الصورة المتكونة هي صورة حقيقية مسقرة ومقلوبة لدينا سؤال آخر ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة عندما يوضع جسم أمام عدسة محدبة بين النقطة F والنقطة 2F فسوف تتكون لنا صورة حقيقية مسقرة عندما نضع جسم ما بين البؤرة وطبعا مسافة تساوي ضعف البعد البؤري فسوف تتكون لنا صورة حقيقية مسقرة هل هذه عبارة صحيحة؟ طبعا هذه عبارة خاطئة سوف تتكون لنا صورة حقيقية لكنها مكبرة السؤال الثاني عندما يوضع جسم أمام عدسة محدبة في النقطة 2F أي عندما سافة تساوي الضعف البعد البؤري فسوف تتكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم هل هذه عبارة صحيحة؟ هذه عبارة صحيحة إذن هذه عبارة صحيحة عندما يوضع جسم على مسافة تساوي الضعف البعد البؤري سوف تتكون لنا صورة طبعا حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم إذن بهذا أعزائي الطلاب تعلمنا في درسنا لهذا اليوم العدسة المحدبة وهي النوع الأول من العدسات الكروية طبعا تعلمنا في درسنا السابق أنواع العدسات عدسة محدبة وعدسة مقارة اليوم تكلمنا عن العدسة المحدبة وتكلمنا عن الصورة الحقيقية لأن العدسة المحدبة تكون لنا صورة حقيقية وصورة طبعا خيالية فتكلمنا اليوم عن الصورة الحقيقية وقلنا أنه يتجمع الضوء الداخل بصورة موازية للمحور الرئيسي عند البؤر لذلك تسمى العدسة المحدبة بالعدسة المجمعة وأيضا تكلمنا أنه عندما يتم وضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري تتكون لنا صورة حقيقية مقلوبة ومسقرة أما عندما يوضع الجسم على بعد مساوي للضعف البعد البؤري فإن أبعاد الصورة تكون مساوية لأبعاد الجسم إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال العنوين الظاهرة أمامكم أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح نلتقي بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته